حيث أشدت وليامز بعودة تصدير النفط ودعت الليبيين إلى استكمال التفاوض وفقا لمخرجة برلين كما أكدت ترحيبها بإعلان القاهرة فيما أصدرت خارجية الوفاق بيانا غريبا ربما يكون فريدا من نوعه في خطوة تشبه ما يسمى بتعزير الصبايا باللهجة الليبية إذ شنت الخارجية هجوما لاذعا على الأفروف والحكومة الروسية واعتبرت إنها سبق وقبلت المبادرة الروسية التركية وأن الجنيرال حفتر هو من أخرج موسكو بربضه للمبادرة ونسيت خارجية الوفاق إنها إذ سبق وقبلت فما الذي يمنعها اليوم من أن تواصل الموافقة السابقة إلى أن كان الوهم بتحقيق النصر قد غلب على عقول وزراء الوفاق وظنوا واهمين أن تركيا والثمانية عشر ألف تكفيري سوري الذين نشرتهم حكومة الوفاق على امتداد الطريق الساحلي أو على امتداد الصحراء جنوب سرد سيذوبون في الصحراء ولن تجد لهم حكومة الوفاق أثرا لم تعد مسألة الدفاع عن قوس صغير في صلاح الدين بل أرض ممتدة واسعة تذكرك ضربات الوطية بأن التفوق فيها مسألة ليست محسومة بعد ولكن من الذي يمكن لحكومة تنتظر قرار أنقرة أن تفعل ليس أمامها إلى أن تعزز روسيا وتشمد وتسخر وتلعب في الوقت الضائع حتى تؤذن لها أنقرة بالحديث أنقرة التي تريد أن تختبر من يواجهها في سرت وفي الجفرة قبل أن تتحدث وتقبل التفاوض أن تؤخر القبول بالتفاوض حتى تعرف حجم المواجهة وعنفها فيما أعلن جيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر أن يدافع عن كل شبر في أرض الوطن وشرح وتفسير كيف أن تركيا تعتدي على ليبيا لأسباب اقتصادية واضحة ومعروفة وقال المشير خليفة حفتر في كلمة له في تحفل تخريج ضباط جدد للجيش الوطني الليبي في مهمة لم تتوقف يوما منذ مايو لعام 2014 مهمة أعادت بناء الجيش الوطني الليبي حامي كل شبر من أرض الوطن أهلا بكم مشاهدين الكرام دكتور نرحب بكم دائما في هذا البرنامج نحتاج دائما إلى وقفات بين الفين والفين الفترة والفترة نحتاج إلى وقفات حقيقية تحليلية استقرار الواقع استقرار ما يحدث هذا مهم جدا لدينا ولدى المشاهد بسرعة دكتور أحمد كيف ترى الآن البيئة الليبية ومحيطها دوليا لهذه الأيام صحيح طبعا هو السؤال يدى بنا ويدى بالمشاهدين إلى مستويات التحليل الدولي عندنا ثلاث مستويات مستوى الوطني ومستوى الأقليمي ومستوى الدولي المستوى الدولي حالة من السيولة حالة من تعقيد في صناعة السياسة الدولية حالة من المزيد من الإنخراط من دول جوار النظام الأقليمي العربي في محيط النظام الأقليمي العربي مقصود أنا وأنتكلمت عليه في السابق وهو أصلا الطرح هذا منذ بداية الألفية يعني ما طبيعة الاستراتيجية التركية والإيرانية في النظام الأقليمي العربي أو في المنطقة نعم هل علاقة علاقة التصالح وبالتالي الاستيعاب أم أن العلاقة سوف تتجه بنا إلى الصراع وحاليا المتغيرات والظروف تشير بشكل أو بآخر بأن الجوار ما أسميه بين مزدوجين الجاهر في حالة تصادم عميق مع الدولة الوطنية العربية ذات السيادة ومع النظام الأقليمي العربي وإطاره المهسس جامعة الدولة العربية خلينا نرجع للبيئة الدولية أيضا لنشخص حجم الانخراط وحجم التخلي مثلا اليوم قبراء السياسة الدولية يقولك بأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في المنطقة وبأن الاستراتيجية الأمريكية تركز على الشرق أو الذهاب بعيدا إلى الشرق والمقصود هنا منطقة الصين ومنطقة كوريتين وإلى آخرها المزعجة للصيئة لأمريكية بالنسبة لأن هذا التهديد الاستراتيجي أو الخصومة الاستراتيجية أو سميها ما شاءت أو الخوف الأمريكي من الحلم الصيني بدل حديث عن هذه الفكرة نعم هناك دول نسمى فيها نحن إعادة صناعة الدورخة الدولية يعني مثلا الالتحاد السوفيتي سابقا عندما نهار نعم جت روسيا الاتحادية وريطة الالتحاد السوفيتي الالتحاد السوفيتي كانت سياسة كلها تتركز في مستوين المستوى الأول مواجهة المد الريديكالي الإسلاموي خوفا على جمهورياته الوسطى وهي جمهوريات إسلامية نعم لكون أن هناك من عمل على تدويل المشكلة في الاتحاد السوفيتي أو مشاكل الاتحاد السوفيتي وأزمة أفغانستان وحدة من الأزمات التي لازالت لدى صنع القرار الروسي إدراك كامل لمحدداتها ولا أدل على ذلك بأن لازالت تنظر روسيا بأن هناك مصادر لتمويل التنظيمات الإرهابية تأتي من هذه المنطقة سواء في مرجعيات فكرية أو في مقاتلين أو في مصادر تمويل وبأن حالة الاستهداف توجه إلى هذه الجمهوريات التي بين مزدوجين حشة بمعنى أنها لم تستطيح حتى هذه اللحظة أن تتعايش مع مفهوم القوميات نعم نذكر أنا أستاذ المشاهدين أن السبب الرئيسي في انهيار الاتحاد السوفيتي هو عدم قدرة الاتحاد على الصهر القوميات بمعنى جذب هذه القوميات في مشروع موحد للاتحاد السوفيتي وأن هذا المشروع القوميات صدم بواقع الأيديولوجيا الماركسية فخلق حالة الصراع ومازال يتحرك هذا الصراع داخل روسيا يعني روسيا بوتن تختلف نعم نحن روسيا بوتن استطاع وين تختلف يعني طمعنت هذه القوميات بيعطاء جرعة كبيرة من الطمعنينة ومشاريع تنموية عابرة للقوميات تؤسس لروح المواطنة الروسية لكن لازال التهديد قائم ولازالت المخاوف قائمة ولا دل على ذلك تدخل روسيا بقوة في سوريا يعني التدخل الروسي في سوريا نتيجة لاعتقاد صنع القرار ونعمل نعود للسياسة الدولية وبيقول بأن لمغراج كتاب بريجينسكي حول رقعة الصدراج الكبرى لن يفهم على الإطلاق الحركة السياسة الخارجية الروسية سواء في محيطها القاري الأوروبي الأسيوي أو في المنطقة العربية وعلى وجه التحديد في المياه الدافية لازال هدف الروس هو مواجهة مصادر ومنابع التنظيمات الارهابية الموجودة في المنطقة والتي شكلت بعدا تهديديا للجمهوريات الاتحادية في روسيا اليوم أو سابقة في الجمهوريات السوفيتية نجولة الإشكالية الأخرى أن العالم اليوم ما بعد كورونا وما بعد تورة الاتصالات أصبحت مصادر التهديد مختلفة يعني لما تكلموا اليوم وأيضا عن المستوى النظام الدولي النظام الدولي هو التشكيل اليوم يعني النظام الدولي ما بعد سبتمبر 11 ما بعد حدث سبتمبر الذي انفرضت به الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الدولي ومحاولة صناعة ما يسمى الحكومة العالمية ونظرية الأمن الجماعي وإصلاح الأمم المتحدة يختلف اليوم مع صعود التعددية القطبية والمقصود هنا روسيا الاتحادية الاتحاد الأوروبي الذي يعيش واقع الضعف بانسحاب بريطانيا ولكن محاول بلورة رؤية جديدة للاتحاد قد تبتعد دوعا ما عن الناتو لذا نقولك بأن الخلافات اليوم داخل حلف الناتو هي خلافات أوروبية سواء في موضوع الإنفاق العسكري داخل الناتو داخل الناتو وماكرون أعتقد قال بي أن يجب تشكيل جيش أوروبي قوي هذه رأي كانت نقطة ورلايلة نرجو أيضا نعم صحيح نرجو أيضا لما نسمو فيه الإرتل ديجولي ديجول كانت له وجهة نظر مختلفة في قيام حلف الناتو وديجول له رؤية مختلفة في مصادر التهديد للأمن الأوروبي وديجول أراد أن تكون أوروبا غير منحازة أوكي للولايات المتحدة الأمريكية وبأنه أن يكون هناك جيشا أوروبيا وحلفا عسكريا أوروبيا منذ تأسيسها لهذا تصريحات الرئيس ماكرون أستطيع أن أقول بأنها على غرار تصريحات جاج شراك سابقا أو هولاند أو الإرت الفرنسي الإرت الفرنسي في رؤية الاتحاد الأوروبي وفي رؤية أيضا لحلف شمال الهطلسي أو الناتو وطبيعة مصادر التهديد رؤية فرنسا التي يعتبرها أحد ركائز استمرار الاتحاد حتى هذه اللحظة في صناعة ما يسمى معادلة الأمن والسلم والاستقرار في القارة الأوروبية هذا الفهم أين يقودنا دكتور فيما يخصنا نحن كالبين يعني خليني نبدأ من في نقطة التقاح حقيقية يعني يعني خليني نبدأ بمولا ما نرجع بالليبيين إلى عشر سنوات ما قبل ما قبل 2011 قالي نبدأ من 2011 الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه المجتمع الدولي ووقع فيه الأوروبيين أنهم لم يساعدوا الدولة الليبية في بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية 2011 عندما سقطت الدولة الليبية كان على الأوروبيين وكان على من أزاحه نظام عمر القذافي مساعدة الدولة الجديدة أو مساعدة السلطة الجديدة في بناء مؤسساتها العمنية والدفاعية هذا لم يحدث كان على نعم هل هذا تجاهلا أم حصدا ليبيا كانت بحاجة إلى مشروع مارشال نعم على غرار مشروع مارشال على بعض الحياة العالمية الثانية يعيد تأسيس الدولة من جديد لأن دولة الليبية ما يتحدث عن دولة الليبية هو يتحدث عن مفهوم افتراضي لأن الدولة الليبية التي سقطت في 2011 حتى هذه اللحظة لم تبنى من جديد يعني مؤشرات بناء الدولة ونحن فايار الداعم للجيش الليبي نقول بأن مؤشرات بناء الدولة الليبية بدأت في 2014 محليا مش دوليا نعم محلي بجهود محلي وأنا الصورة هنتكلم عليها بعدين أي هنتكلم عليها بس هل هذا تجاهلا أم قصدا يعني خلينا نقوله بأن هناك تعامر على المؤسسة العسكرية والأمنية يعني هذا نظرية المؤامرة هي قائمة حاضرة لكن طبعا خلينا نفعل في من ينفيها دكتور رو طبعا هناك كان مشروع دولي للتمكين للإسلام السياسي نذكر أستاذ المشاهدين بأن مشروع الديمقراطيين كان التمكين للإسلام السياسي هذا مشروع أوباما هيلري كلانتون هذا أولا يرافق المشروع الدولي مشروع أقليمي تعميم المودلز التركي حزب العدالة والبناء الذي انتشر في كل الدول العربية بمجرد سقوط الدولة البطنية ذات السيادة هذا أولا ومشروع تركي أيضا قطري يتقاطع مع المشروع التركي للتمكين لتيار الإسلام السياسي بين مزدوجين التمكين بمعنى احتواء الإسلام السياسي للإسلام الريديكالي اللي هو تنظيم القاعدة والتنظيمات الإسلامية الريديكالية الأخرى هذا كان واضح في مشروع خالد بن العطية اللي هو وزير الدفاع القطري وعرض على المجلس الوطني الانتقالي في اللحظة الأولى تأسيس للحرس الوطني حرس الوطني وبعد فشل الحرس الوطني لأننا نرجع لك لأن هذا مشروع قديم جديد أوكي بعد فشل مشروع الحرس الوطني بدأت الظاهرة الميليشيوية تتشكل من خلال ما يسمى الدروع الأمنية واللجان الأمنية الدروع ما يعرف بدروع الوسطى دروع المنطقة الشرقية دروع المنطقة الغربية هو مشروع قطري أيضا إسلاموي للتمكين لهذه الميليشيات إسقاط هذا المشروع بدأ في 2014 عندما ذهب الليبيين لبيت السيادة المشير يطالبونه بقيادة طبعا ارتبط بالمشروع جرائم القتل والتفجير والفوضى والاغتيالات واستهداف المؤسسة الأمنية والعسكرية ما تبقى من قيادات عسكرية وقيادات أمنية استهداف كل من يرفع صوته مجاهرا بأن هذا المشروع يشكل خطر على وجود الدولة الليبية مفتاح بوزيد كم دليل مفتاح بوزيد اليوم تكلم مفتاح بوزيد سلوى مصماري كل الأصوات الناشطة قضاء أيضا تم استهدافهم بمعنى أن عملية الاستهداف كانت ممنهجة هذا يقودني إلى تأكيد فرضية بأن هناك موامرة دولية واغليمية استهدفت المؤسسة العسكرية لأن نسميها المؤسسة الضامن لقيام الدولة وهنا نتكلم على المدرز اللي قدم المشير حفتر في المنطقة الشرقية منذ أن بدأ في أهم معركة وهي معركة التأسيس للجيش الليبي التي نحتفل اليوم بتخرج الدفعة الثانية والخمسون والسابع وعشرين وقوات البحرين بمعنى أن منذ انطلاق عملية الكرامة وكأن الرجل يعرف مكمن الخلل التي تعانيه الدولة الليبية تأسيس جيش ضامن ومؤسسة أمنية ترى في الجيش رافدا وداعما لها وبالتالي الانطلاق للمرحلة ما بعد التأسيس وهي مواجهة التهديدات الأمنية لهذا لاحظنا الإنجازات التي تحقل والله الحمد في 2014 من هزيمة القاعدة الداعش الميليشيات فرض الأمن والاستقرار في المدن كل مدن منطقة شرقية ومناطق تحت سيطرة في قوات المسلحة والجنوبية اليوم لا هجرة غير شرعية لا تقاتل لا ميليشيات لا فوضى وبالتالي أصبح هو ضامن للأمن القومي والضامن للسيادة مفهوم السيادة مرتبط بمفهوم الدولة ومرتبط أيضا بمفهوم الأمن القومي لهذا اليوم في إجماع دولي بأن ما استطاع أن يؤسس له المشير حفتر والجيش الليبي في مناطق تحت سيطرته أو مناطق تحت نفوده نموذجا وطنيا يحتدى به في ظل مؤامرة دولية في ظل أن هناك عقوبات دولية على التسليح في ظل أن هناك دول داعمة لمشروع التمكين للفوضى والتنظيمات الإرهابية والمينشيات تركيا قطر وإلى خير المصار الثاني اللي أنا بازلت تتكلم عليه وهو مصار دولي نعم أن المجتمع الدولي كان ينظر بمرأة العين وأجلس مخابراتي لعملية تسرب التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا وكأن هناك حملية تفريغ لهذه التنظيمات من مناطق الجوار أو من مناطق النظام الإقليم العربي أو من مناطق الصراع إلى ليبيا نعم وكان ليبيا إسفنجة تمتص نعم تمتص لهذا البعض شبه ليبيا بأنها التقب الأسود الذي يستوع كل التنظيمات الإرهابية نعم ونقول لك لولا الكرامة ومشروع الكرامة لكان عندنا إمارات إسلامية اليوم قاعدة داعش على الشمال الأفريقي في درنة وفي منغازي وفي جدابيا وفي سرط وأنهم مجرم إذن الحالة يعني التحدي الحقيقي الذي استطاع الجيش واستطاع المشير حفترة تصدي له بقوة وبحزم واحد قضية الأمن القومي تأسيس المؤسسة العسكرية الضامن التي تؤسس للدولة لأنها فيها عندنا في النموذج الليبي حقيقة لابد أن يدركها السادة المشاهدين الجيش دائما يسبق الدولة في ليبيا يعني حتى في في دولة الاستقلال الأولى نعم الجيش السنوسي تأسس في مصر نعم سبق الدولة سبق حتى إمارة برقة التي تأسس 1949 والجيش لعب دور أيضا في عملية توحيد الدولة الليبية صحيح أوكي وإيضا كانت هناك وزارات قدوها كانوا ناس في الجيش الليبي نعم نعم يعني جيش الليبي دائما يسبق لذلك نقوله نحن بعد تأسيس الجيش الليبي لأعتبروه الجميع الليبيين بارقة أمل في استعادة الدولة صحيح الليبية ذات السيادة بعيدا عن المشاريع الأقليمية والدولية التي تتقاطع هنا وهناك أعتبروها بارقة أمل في استعادة الدولة الليبية طيب دكتور أتوقف عند هذه النقطة ونتابع البيان الهام من القيادة العامة ثم نواصل حديثنا وأيضا نحاول تحليل ما جاء في هذا البيان متابع مشاهدين الكرام في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم في قواته المسلحة من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي والتي حددها كشروط لعادة فتح المواني والحقول النفطية والمتمثلة في الآتي أولا فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية ثانيا وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده ثالثا ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها وتؤكد القيادة العامة أنها متزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشان التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحقيقها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح وشركائنا الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد كما تشير القيادة العامة أنه في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا على أن يستمر إغلاق المواني والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطني بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه عاشت ليبيا حرة عزيزة مهابة صدرة في بنغازي 11 يوليو 2020 أهلا بكم مشاهدي الكرام دكتور أحمد هذا البيان الآن حديث وأعتقد بثه الآن مهم جدا في هذه اللحظة ربما هذا سيقودنا إلى مصار آخر في الحوار كنا ستحدث عن كل الأطر السياسية وغيرها لكن عند دخول هذه المسألة المهمة وهي مسألة النفط ليقف كل شيء اللواء أحمد المصماري المتحدد باسم القائد العام الآن تلى هذا البيان أين ترى هذا البيان وما هي أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها في فهم هذا البيان ديني أولا تتعرف جيدا بأن هناك حراك اجتماعي قبائل العيان وهو يستجيب أيضا لإرادة الشعب الليبي في اجتماعاته التي عقدت سابقا طالبا بإغلاق النفط شنو الأسباب إغلاق النفط أن عوائد النفط تذهب إلى المركزي المصرف خارجي المصرف المركزي والمصرف المركزي يمول الميليشيات في فترة وأصبح المركزي يحول الأموال الليبية ليستفيد منها اقصاديات أخرى مثل الاقتصاد التركي يعني الفترة الماضية أكثر من 16 مليار حولا من المصرف المركزي اللي بعد زيارة الصديق نعم لكن من قبلها أيضا هناك مصرف الزراعات التركي نعم ودعت فيه أكثر من 4 مليار طبعا يعني المصرف المركزي بحاجة لأولا واحد مراجعة كافة حساباتها عمليات الانفاق الفترة الماضية عين دهبت أموال الليبيين مش كي بس مراجعة أيضا الضريبة على النقد الأجنبي عين دهبت يعني دهبت لتمويل أيضا الميليشيات يعني حقيقة وأيضا الرجل يعني لا أكثر من يعني من 2011 2011 وهو محافظ مصرف المركزي يعني حتى قانونية منتهي أكثر مرتين منتهي مرتين أه منتهي أوكي فبالتالي موضوع تغيير مجلس الإدارة بل أكثر من ذلك محاسبة ومراجعة كل درهم صرف من المصرف المركزي هذا أصبح مطلب شعبي المجتمع الدولي أيضا مقتنع بأن لا حان الأوان إلى توحيد المصرف المركزي وإزاحة الصديق الكبير الصديق كبير هو المتحكم فقط في المصرف المركزي لا يوجد معه مجلس إدارة معه بيضق القطريين في ديبيا هو السيد طارق نمقريف ولد محمد نمقريف فالمصرف بحاجة إلى عملية مراجعة الدكتور سلامة في فترة من الفترات عندما كنا نتحدث عن التوحيد اقتراح أن تكون هناك شركة دولية تقوم بعملية مراجعة أصول وحسابات والإنفاق المصرف المركزي ترابلس والمصرف المركزي البيضة وأيضا الخزانة الأمريكية رعت عملية مفاوضات لعملية التوحيد مجتمة لجنة يا دكتور يعني هناخد وقت طويل في الحديث عن الموضوع لكن اليوم ما بعد تفويض القبائل والعيان عندهم مطالب على فكرة ومطالبهم مش موضوع المركزي فقط وحتى مطالبهم حتى المؤسر وطني للنفط يعني حتى مدة ولاية السيد مصرف صنع الله بالنسبة للحاضر الاجتماعي والقبالية انتهت وبالتالي المؤسسات بالكامل الاقتصادية بحاجة إلى عملية توحيد وإعادة إنتاج جديد لإدارتها ومراجعة شاملة أيضا لحساباتها والأموال أين دهبت أموال الليبيين يعني انت شفت البيان وزارة البيان الاستفارة الأمريكية كاركية يعني بتكلم لك عليه موضوع الفساد والنهب أصبح جزء من سمات هذه المؤسسات صحيح فبالتالي يعني هذين هذا أول نقطة النقطة التانية يعني لا يعقل بأن النفط يباع ويصرف على الميليشيات ويصرف على المرتزق السوريين ويصرف على الدولة التركية ونجيون تفرجوا عليه أن المناطق اللي موجودة في الشرق وفي الجنوب لم نصلها سنت واحد من الأموال يعني أيضا يعني مهزلت من يسمى الاحتمادات يعني الموضوع كبير في المرتزق السوري قال ما زال ما خلصوناش يعني تخير تخير هذا السوري هذا السوري تتكلم على الموضوع المرتزق تتكلم على الموضوع أنه ما خلصوش ما بلا الشعب الليبي بلا الشعب الليبي يعني لا يعقل لهذا اليوم مطلب الحاضر الاجتماعية أن يكون هناك حساب سكور أكاونت حساب مستقل تودع فيه من الأموال لكن بداية برأيك لماذا تدخلت القيادة بهذا البيان في هذه المسألة وفي تفويل تفويل شعبي للقيادة العامة القوات المسلحة وسلمتها الموانئة والحقول النفطية وسلمتها أيضا المطالب وأصبحت المطالب للمطالب الحاضر الاجتماعية تقوم بالدفع بها القيادة العامة في طولات التفاوض الدولي إذن القيادة العامة من منطقة هذا في أساس يعني من منطقة دعم لا علاقة القيادة العامة لا كيف هذا الأمن القومي أنا خليل ناخذ الأسئلة المتوقعة هذا الأمن القومي هذا البعد الاقتصادي في الأمن القومي هذا المصدر الرئيسي لدخل المواطنين الليبيين لهذا ذهبنا إلى تحرير الموانئ والحقول النفطية عندما كانت هناك ميليشيا تسيطر على إرادات النفط قوة الليبيين ومصدر الرئيسي للدخل القومي دعم الليبيين ضروروا يعرفوا شنه الأمن القومي ما هوش الأمن القومي واجل لها بس لا دخل مصادر قوتك أبنائك والأجيال القادمة هذا يرون من ضمن أساسيات الأمن القومي يعني مرة حد يسأل يقول ما دخل الجيش في فتح الموانئ ما علاقة الجيش يعني الجيش الليبي يؤمن نسمح دي لا أستنى جوية أقولك أنا بصراحة يعني جيش الليبي يطلع منها ويسلمها للميليشيات يعني مشكلة فيه مغالطات كبيرة نسمعه فيها يا أستاذ خالد يعني من يؤمن النفط اليوم هو الجيش الليبي من يحمي الحقول النفطية هو الجيش الليبي من يؤمن الموانئ النفطية هو الجيش الليبي الجيش الليبي ذهب لتحرير الموانئ الحقول النفطية من أجل محافظة على أرزاق الليبيين على قوط الليبيين على المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا لهذا هو ينقل في مطالب الحاضنة الاجتماعية فيما يخص حساب مستقل هل هو حساب تجميعي أنا قشه في التفاصيل التفاصيل يبن شوي هل هو حساب تجميعي الضمنات شنو الضمنات بالمزدوجين هل هو حساب تشغيلي من يقوم بعملية التشغيل من يقوم بعملية تقسيم الحصص حصص الإرادات أين تدب هذه هذا كلمة حتان فني يعني يطلب وجود الفنيين في الحديث عنه ما هي الحصص هل هي التوزيحها هل الحصص تسهلها علاقة بالميزانية دكتور خذلنا في المجمل وبعدها ندخل في التفاصيل المهمة التي يجب التركيز عليها في المجمل أن هذه العلاقة علاقة وطيدة ما بين هذا البيان وما بين ما يحدث حول توزيع أو فتح النفط أو فتح الحقول والموالي المسألة الثانية وهي مسألة الإشاعات بأن من يحمل نفط همان فاغنر هذه ظهرت بشكل واضح الرد عليها من خلال هذا البيان يعني كيف يمكن يعني يعني سمعت لبعا أمك دائما لا لا في كلام رسمي في الموضوع من طرف الوفاقية خلينا خلينا وصنع الله وصنع الله أيضا يعني حقهم بعملية تسييس المؤسسة صنع الله بيّع ضرورية هو بروحها يقول أنا بيّع فقط وين الخطر في تسييسه؟ مفروض يكون دور المؤسسة الوطنية يعني شفت البيانة بتاعها أنا أيضا وأنا أعترض على البيانة بتاعها الأسبوع الماضي موضوع تسييس القضية يعني صنع الله أصبح طرف سياسي رغم أني نقول لك بأنه موظف دولي صنع الله أو الكبير وموظف دولي أوكي ينفذ في أجندة دولية وإقليمية لكن أيضا التسييس يعني واضح بأن المؤسسة سيست في الصراع الحالي القائم ما بين مشروع استعادة الدورة ومشروع الميليشيات يعني تخيلت اليوم الأيام يعني حتى بيانها غير مقبول يعني للأطراف الإقليمية وإلى آخرين لا في مطالب حقيقية في أموال اللي بين تذهب لتمويل الميليشيات فيه والميليشيات هي التي تسيطر على المركزي وأموالنا تهدر أكثر من 277 مليار أهدرا خلينا تكلموا بصراحة صحيح يعني هذه القضية حقيقة هذه رأو أصبحت تلقاسي والداني لهذا اليوم داخل أروقة المجتمع الدولي داخل عواصف صلاة القرار يعرفون جيدا بأن المشكلة تقبل فيه المصرف المركزي الكبير وصنع الله بأن الإرادات لابد أن تقسم بالتساوي وهذا اليوم أصبح مطلب مطلب حاضر اجتماعية ومطلب كل الليبيين يعني هل تعتقد بأن في طرابلس مواطنين في طرابلس ولو في المنطقة الغربية مرتباتهم ينزلن لا ما هو يعرفوا بأن الميليشيات هي التي تسيطر على المصرف المركزي وهي التي تصرخ الاعتمادات وهي التي تنهم تروات الليبيين وعرفين بأننا لنحن عشر سنوات من المشكلة الرئيسة عندنا هي الميليشيات والحالة الميليشيوية وأن اليوم أصبح مطلب دولي تفكيك الميليشيات بلك الحساب اللي سير في طرابلس يتجوره وإلى آخره في لحظة من لحظات استفاق بشار راج وبشار بعد خمس سنوات من نهاية الاتفاق السياسي وقال لا بفكه الميليشيات لا الأمريكان قالوا لك فكك الميليشيات فورا هذا مطلب دولي يوم تفكيك الميليشيات الحالة الميليشيوية لأن تتصارع اليوم الميليشيات وما زال نقول لك أنا لأن خرجت المؤسسات السيادية من طرابلس لن تجد ميليشيات واحدة هذه الميليشيات هدفها السيطرة على الأموال هي التي اتزت وتاريخ كبير من الجرائم التي يعني كيف نقولها لك المشكلة معقدة يا دكتور المشكلة معقدة حظرتك تشير إلى تسييس مؤسسة يفترض أن هي خارج نعم هو بياء بياناتها كلها سياسية ميليشيات تسعى إلى السيطرة على القدر الأكبر من الأموال ومن الإرادات إذن المشكلة الاقتصادية والأمنية وين المشكلة الليبية وين المشكلة شوفي خلي نبدو مشكلة أمنية عشان نبدو عليه في الأليات نبدو في المشكلة الأمنية هو مشكلة أمنية الميليشيات والتنظيمات الارهابية التقبل الأسود اللي كدنا تكلموا عليه نعم سلامة قال المشكلة اقتصادية نجو المرحلة الثانية نعم سلامة ويعرف بأن المشكلة الأمنية لكن ما يقدرش يقولها نقولك ليش لأن طبيعة البعتة سوف تتغير إذا ما تم الاعترام بأن المشكلة في ليبيا هو مشكل أمني ولهذا قال اقتصادية صير على ثروة سياسي اقتصادي هو يعرف بأن المشكل الرئيسي هو مشكل أمني وبأن فشل الاتفاق الصخراك كان نتيجة للفشل في تطبيق باب الترتيبات الأمنية ماذا تنص باب الترتيبات الأمنية تنص على تفكيك المنشيات وإخراجها من العاصمة وتجريدها من أسلحتها المتوسطة والتقيدة مدى 34 اللي يقروها السادة المشاهدين في الاتفاق السياسي هما يعرفوا كويس بأن الفيز السراج والعصابة المعاة أول حاجة درتها قامت بعملية تدوير المنشيات وبأن تدوير المنشيات هو الذي أفشل كل الاتفاق السياسي بكل مستوياتها لكن الآن يقول لك نحن نحاول تفكيك المنشيات الرقم هذا هو حاليا في عصاة كبيرة وغليظة قالوا لها توقت فكك المنشيات وهي يفكك المنشيات وهيحاود استيرامة جديدة ندكرك بأن سلامة حاول في 2018 أيضا بشهر سبعا في 2018 تفكيك المنشيات عندما نشب صراع ما بين منشيات تتبع داخلية الوفاق ومنشيات تتبع دفاع الوفاق وبشاغة نفس اعترف بأن المشكلة عندها قبل مليشيات تقوى من دولة لا تقوى من دولة هي الدولة راه وفرضية للدولة مليشيات تسيطر على الحكومة اللي هو فيه الصراج وشل للعصابة اللي معها وتسيطر على المؤسسات المالية والاقتصادية وتسيطر على الوزارات وتفرض عليهم في اتوات اتوات الحماية الحالة مليشيوية كاملة يعني حتى في النموذج اللبناني لم تحدث النموذج الحرب اللبنانية من الخمسة السابين يعني النموذج الليبي في الحالة المليشيوية يقترب من النموذج الصوماري مع الستناء ان الدولة الليبية كانت غنية فالمليشيات تنهب وتسرق في الوزارات تنهب وتسرق في اموال الليبية المليشيات في الصومال دولة فقيرة فذهبت الى القرصنة الى القرصنة في المياه وى الاخرية هنا الحالة هنا المقارنات المقارنات المقاربات ما بين النماذج نجو اليوم حتى في الحوار خمسة زي خمسة وحتى في برلين وحتى مقابل برلين اول مطلب هذا دليل ادراك ما يشكله المشكلة الامنية من اهمية في الملف الليبي واحد تفكيك الحالة المليشيوية اثنين الاتفاق على استراتيجية لمكافل الارهاب الارهاب مازال قائن مناطق سيطرة الجيش هي التي انهت فيها الجيش هو الذي انهى الارهاب قاعدي وداعش وتشكيلات منظر الله بها من السلطان انصار الشريعة ودولة التوحيد وانصار التوحيد وإلى آخرين من هذه الاسم لكن الغادي موجودة كامنة بمجرد بمجرد خروج الجيش من صبراته ظهر تنظيم القاعدة وعلامي في صبراته اوكي اليوم تنظيم القاعدة موجود في الزاوية موجود موكتبة ابو عبيد الزاوي اللي هي الكديمة الفاروق التي تتبع للمفتي المعزول الغرياني اللي هو مرجعية التنظيمات الارهابية في ليبيا نعم موجودة يعني الاتفاق على استراتيجية وطنيا لمحاربة الارهاب نقطة التالتة طبعا هذه بدعم دولي لابد ان يدعم المجتمع الدولي الجيش في استكمال مصارع كان جاد في موضوع الارهاب وحتى موضوع الارهاب خلاني خلاني عود لتوازناتنا اوكي كيف المجتمع الدولي يدعم الارهاب في سوريا وفي العراق وفي اي دولة اخرى ولا يدعم المشروع في ليبيا بل كيصدقوا لجماعة البنيان يدعم ضد الارهاب ضد الارهاب لا ما في كتبة واحدة اخرى يقول لك والله البنيان لن مرصوص حارب الارهاب طيب ما ندخل الارهابيين لسرج ما نمكن الارهابيين في سرج ما نمكن الارهابيين حالة تعايش ما بين القاعدة ودأها شي درنا ما قبل ما قبل تحريرها ما قبل الجيش يعني لا فيه هنا تحضر نظرية المؤامرة المؤامرة تحضر وضغيم مؤمن بها يا دكتور مؤمن بها بشكل كبير وإلا مثلا يعني تحضر وضغيم تحضر وضغيم بالنسبة لي بالنسبة لك كراحة في المسياسية أو العلاقات الدولية المسألة الأولى مسألة الأمنية ثم جول المسألة الارهابيين كافحة الارهابيين ما بعد نشوف هو معادرة الاستقرار قائمة على فرضية أمنية أي دولة نجحت فيه موضوع فرض الأمن والاستقرار ومحاربة للرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية إذن ما هادت الأرض دعينا مولاج للموي ما بعد المستوى الأول يجي المستوى الثاني المؤسسات الاقتصادية المركزي السيد الحبري هذا كم له الكبير كم قعد من 2012 أوكي صدره على فكرة البرلمان انتخاب محافظ لم يمكن يعني يفترض هو تبعيتها كموظف للبرلمان نعم من البرلمان قالها في 2015 هو مقالب 2015 أوكي لكن مازال قائمة شم مصدر قوت هاي ما قلت لك موظف دولي خلينا نكشفوا الناس بالحقائق هذين هو موظف دولي لذا لم يزحزع أوكي لأن هناك مشروع داعم لوجود الميليشيات وسيطرة الميليشيات على المصرف المركزي لما نجي تكلموا شنو المشاكل التلاتة يعني هل تعلم بأن منظومة المقاسة موقوفة على المنطقة الشرقية على برقة وعلى الجنوب أيضا نعم إلى هذه اللحظة أوكي هل تعلم بأن حكومة عبدالله التني بكل الجهد اللي يدير فيه مشكورة وبلا بلا بلا ما عندهاش بيزنية نعم اقتراض من المصرف نعم اقتراض من المصرف نعم أوكي يعني هذا يتكلم على عدالة يعني كيف أنا نتكلمه على النفط أنا حررت من الميليشيات وتم يباع ويدهب لتمويل الميليشيات أو يدهب لتمويل سوري كلام مش منطقي أو يدهب لتمويل هاي بطالة الحاضنة الشعبية والاجتماعية صحيح يقول لك حولي كل الكورربشن هذا طيب الحاضنة الاجتماعية خلي نقول لبيين أوقفوا النفط نعم القيادة أكدت هذا الكلام وسالده الكلام بما أنه مطلب شعبي نعم لماذا الآن الحديث عن الفتح هل هي قرارات دولية ملزمة حتى للشعب الليبي قم ندخل في الأليات دكتور خلينا نقوله أول حاجة بين المصدر الرئيسي الداخل الليبيين شنو النفط مرتباتنا من وين أكلنا شربنا صحتنا إلى خير من وين ها هي النقطة الأولى النقطة الثانية نحن نفتحه النفط لكن بأليات عادلة للتوزيع وهذه النقطة الثانية هذا من مطالب الحظ الشعبية والاجتماعية النقطة الثالثة نبقى نفتحه النفط لكن من بوش نكرره أخطاء الماضي يعني أخطاء الماضي استمرار هذه الأسام وهذه القيادات بمقصود هنا الحب الكبير وإلى آخره وتمويل الميليشيات وتعريب أموالنا إلى تركيا ليستفيد بها الاقتصاد التركي المنهار لا يعني برؤية وطنية مش أوامر دولية نبقى رؤية وطنية هذا المهم جدا في المسا مع استجابة مع استجابة حقيقة لأنه ضروري تعرف بأن ورقة النفط هي ورقة وطنية بشراكة دولية إذا ما يشوف حتى في عقود كل عقود الموقع ما بين المؤسسة وطنية للنفط سواء استكشاف أو إنتاج هناك شريك دولي وفي نفس الوقت رأي النفط يأثر في أسواق الطاقة نعم اليوم العارف أنت في الزويل لا فيها مشكلة فيها عقوبات على نظام مدورا نعم إيران لا تصدر برقوة واحد نعم عقوبات وغيرها نعم عقوبات وغيرها والعالم خارج من كورونا وهناك أمال في الانتهاج الاقتصادي ما هو العالم اليوم أمام فرضيتين فرضية الانتهاج الاقتصادي أو فرضية الانهاج الاقتصادي ونكونوا أمام أزمة اقتصادية وغيرها أوكي لكن أليات التوزيع لا بد أن تكون عادلة ولا بد أن تستجيب لإرادة الشعب الليبي لهذا كان هذا البيان القوي اليوم من السيد المصماري الناتقبص بالقائد لا من قوات المسلحة دع أنا أوكي هنفتح استجابت إلى آخره لكن هناك هناك شروط من الحاضنة الاجتماعية وحتى أكد أنه يستمر الإغلاق إلى حين تنفيذ مطالب الشعب الليبي نعم ما الضامن للتنفيذ هذه المطالب خلينا نحكو الضامن أنا مواطن شوف لابن نضمن حقي لأننا فيه كلام دكتور بعد ضدناك نعم فيه كلام أنه يقول لك ممكن هذا يقودنا إلى مسألة النفط مقابل الغذاء إلى مسألة صحيح ربما تجميل هذه الأموال صحيح سيطرة دولية على أموال ليبيا يعني كلام كثير جدا بس نقوله حاجة يخوف تجربة النفط مقابل الغذاء في العراق كانت كارثة بالنسبة لأمم المتحدة وهي التي أسقطت الأمين السابق للأمم المتحدة كوفي عنان لا مش كوفي عنان هو كوفي عنان اللي ابنا التهم بأن ارتبط بقضايا فساد و مش حال نذكر أنه كوفي عنان كان في هذه الفترة نعم يعني أعتقد يعني أعتقد بأن يعني الهاء إشكالية كبيرة وارتبطت بحجم فساد لم يتكرر ولم يحدث ونهبت تروات العراق فبالتالي الأمم المتحدة وفي نفس الوقت هذا يتطلب قرار داخل مصر العامل وداخل مصر العامل لا يوجد اتفاق ولونا فيه اتفاق داخل مصر العامل راه هو عينه مبعول جديد يخلف الدكتور غسان سلام يعني هل سيفاني سوف تستمر يعني هنا مشكل واحد داخل مصر العام اثنين عدم وجود آليات واضحة دولية جديدة وبديلة للنفط مقابل الغداء وهو مستبعد الموضوع يتحدث اليوم الجميع يتحدث عن موضوع تقاسم للهيراتات رأي فاني هل حساب سكور اكاون هو حساب تجميعي بديل للمصرف الخارجي نعم ويتبع عليات التجميد الى الاتفاق على الآليات التوزيع وهناك آليات تجميد وهناك فيما بعد مرحلة سابقة او مرحلة لاعقة يتم فيها الاتفاق على الآليات التوزيع ما هي الحصص ما فيش حتى حديث عن الحصص يعني هل التوزيع سوف يقوم بناء على ميزانية اوكي لانا هنا في ميزانية حكومة سيدة عبدالله تنيج عندي عندي ميزانية وعنده وزارة مالية وعندها نحكيش عن ميزانية تم إقرارها من البرلمان غالي ما عنده ماش غالي العصابة دارة ميزانية بارواح دارة ميزانية ما يسمى ترتيبات مالية نتيجة ما عندهش ميزانية لهذا مرة صمعت أنا في موضوع نتكلموا فيها على الميزانية من سبع بنوت قلت لا 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 وصلوا مرحلة الفكر الميليشياوي الفساد والعصابة وصلت مرحلة يعني فاقت كل حد وصوب تخلق العاليات جديدة للفساد نعم نحن الميزانية قانون الميزانية واضح لكن على كل حال يعني مرحلة اليوم نحن نتكلم فيها مرحلة التفاوض مرحلة الأولى من التفاوض هي تجميد مرحلة التانية أليات واضحة لتوزيع الإرادات البعض يقول نحن أمام مستوىين مستوى الأول يعجل في موضوع بأن موضوع النفط سوف يعجل في مصار الحل السياسي لكن في صعوبة بأن لابد من مراجعة المصار السياسي على وجه التحديد من حيث التركيبة تركيبة من يشارك خاصة بأن هناك مبادرة القاهرة مبادرة القاهرة لها أعلية مختلفة عن أعلية السابقة التي دهب بها سلامة في مصار جينيين هذا واحد من النتجات دكتور نعم موضوع النفط والفتح واحد من نتجات مبادرة القاهرة وإعلام القاهرة لا موضوع النفط برتبط بما يحدث في ليبيا داخلية داخلية فقط نعم موضوع أن هناك نهب ممنهجة روات الليبيين أن هناك عدم عدالة في توزيع إرادة النفط أن هناك أن أموال الليبيين تذهب إلى تمويل أن أموال الليبيين سوف تذهب لتمويل دول على وشك الإفلاس والنيار الاقتصادي والمالية مثل تركيا أن أموال الليبيين سوف تذهب لتمويل المرتزق السوريين الليبيين المزدوجين معاقبين أو مصنفون مفقدة غرارة مجلس الأمن بأنهم يتبعون تنظيمات وتشكيلات إرهابية لا هذا هو السبب الرئيسي أيضا انتهاء ولاية المدد الزمنية لمجالس إدارة هذه المؤسسات المقاسمة المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وفي مؤسسة وحدة آخرى مغارة علي بابا مؤسسة الليبية للإستثمار الخارج هناها ببروح نحكو عليه للصباح وبيع للأصول الليبية واتفاق مع شركات ناخد لوراك وندسن بحيث أنت ترفع قضية وتكسبها أنت يعني تواطي عمرة مصار جتلك عار ملف الفساد هذا نتكلموا فيه للصباح وتقريبا عندي كم برنامج يحكي فيه على ملف الفساد وإلى خيره وملف المساد يحتاج منه لمراجعة شاملة لكل ما حدث في الدولة الليبية من 2011 يعني مش من 2014 ومن 2015 والله من بداية مجلس النواب فقط والله من بداية تشكيل حكومة السيدة عبدالله لا من ديوم الأول من ديوم الأول لا ما هو هذا الهدر الممنهج هذا هو الإخلاص بالدولة الليبية دولة غنية بمواردها وقدراتها صدت عليها عصابة تشوفي هذه العصابة والعصابة هذه تقوم بإفلسها وبيحها يعني سراج نقول لك أنا اليوم نتكلموا على موضوع أن بايع الدولة الليبية بكل ما فيها للتركي للمشروع التركي وهنا هنا كارتة يعني وهنا مفروض المعالجة الاقتصادية مفروض توحيد المؤسسات إزاحة هذه المجالس خلاص تات ولايتها بس إزاحها ومحاسبة مش يدها بك كده وخلاص لا تحاسب أوكي يعني أنا خطري نعرف وين تقرير ديوان المحاسبة لفساد هذه الحكومة هل تعلم بأن تقرير الفساد مصدرش من 2008 وين الفساد فساد ممنهج اليوم الفساد بمستويات متعدي من 2018 ولا من 2018 خلينا من تقرير ديوان المتاعها هو من 2018 لكن تقرير فساد فساد نعم يعني ليبيا روما من 2008 ما زال نقول نحن من الدول الأكتر فسادة لكن ما تصدرتش لكن ما بعد 2011 صدرت هذه القوائم أكتر فسادا وأكتر نهبا وأكتر سلبا ونحن وصلنا للمرحلة هذه مرحلة شوفيها مرحلة اقصادية طيب هذا الملف اقصادي يجيو الملف التالت وهو ملف سياسي لا 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 قبلها من الضامن أن أن يتم مراجعة حسابات مصر في ليبيا من الضامن ومن الضامن أن هذه الأموال لا تذهب إلى الميليشيات لأنها صدر هذا الكلام في البيان لا نقول لك أنا توب مع شحن أعطي نظامن دولي ولا محلي نعم ولا أقليمي مؤنم ما يشبط لها على طبيعة الاتفاق لكن توقعتها أو التفاول توقعتها سوف يكون ضامن أقليمي ودولي طبعا هناك الأمم المتحدة سوف يكون ضامن لعملية التي تذهب هذه الأموال من جديد يعني ما حتى حصلت ترابلس لأننا اتفاقنا على توزيع الإرادات وفقا للأقاليم وفقا للمناطق التلاتة أو إلى آخرين بيشن الضامن أن الأموال المتاع النفط اللي تمشي تطلع من سكور أكاونت تمشي للمركزين متاع ترابلس ما تسيطرش عليها المنشيات وهذا وهذا يعني عندي ضمنات أنا أحا أوكي شو ضمنات عندي دول مؤسسات أنت هل أمرك اجتبعت ميليشيا حاصرة ميكان تشكيل حاصر مزارة المالية مالية ولا إلى خري ما فيش الضاهرة هذه من 2015 من أول ما بدأت ما عليش نقول لك ما إحنا عندنا أمام مقارنة من المشروعين مشروع السعادة الدولة اللي قاطلتها قوات المسلحة واللي يرتبط بعملية الاستقرار والتنمية وإلى خري في هذه المنطقة تحسية القوات المسلحة ومسروع الدولة المنشيات اليوم عند هذه اللحظة نحكي فيها نوعية قاعدة يتقاتلوا هذه المنشيات مشكي وكل يوم فيه صراعة وقابلة صراعات ووارت رهب جمزور أمس أمس جمزور وكاميرا أوكي بعدين نجور المشكلة المشكل الاقتصادي ونذهب في آخر المصاف المشكل الموال الاقتصادي في من يتخوف أن إذا تم التقسيم ماليا للإرادات إذن هي بداية تقسيم سياسي بداية تقسيم ربما جغرافي بداية انتصال شوف هذا سيناريو من السيناريوات كيف نظمن نعم هذا سيناريوات أنا نتكلم عليه سيناريو من السيناريوات مرت السيناريو الأول المطروح أن تجمل إلى حين تشكيل مجلس الناسي جديد وحكومة واحدة وطنية جديدة هذا سيناريو أوكي لا سيناريو أن أوكي ما واصلا للموضوع هو ليس سيناريو تخوف تخوف مواطن يعني نعم موضوع لإرادة النفط الميزانية العامة ما تدرش تأخر فيها أوكي لا نحن محتاجينها في الصحة في التعليم في المرتبات في الأكل ما عندناش إلا مصدر واحد للداخل نحتك ليبيا هو النفط فقط لا إذن قد يكون الموضوع المعالجة الإقصالية بعد لو أنه تأخر المصار السياسي وأنا شايفه ماشي للتأخر يعني بطيء جدا ممكن يتأخر أكتر منك وقلت لك ما زال فيه مشاكل داخل من السلام أوكي فيه مشاكل فيه موضوع انعقاد المصار نفسه من يخلف دكتور سلامة وأنا طبعا من يخلف دكتور سلامة عدد ولا حرش قصر يعني نشوف من أمتى إلى هذه اللحظة ولم يتفق أيضا أعضاء مثلنا الملسس الأمن على أن تستمر استفني حتى هذه اللحظة مش معروف من سوف يخلف إذن هو مرتبط بمبعود جديد المصار السياسي أوكي في نفس الوقت وفق أي إطار عضما إطار جنيف نعم ولا الإطار الجديد بتاع القاهرة أوكي في نفس الوقت لاحظنا بأن خلال أي مليفات تدين بدان ينطلق العديد من المبادرات أمس أيضا والأمس جريت مبادرة للسفير ليبيا في الأردن شو معناها تسارع دكتور رضي في المبادر مش عارف أنا ما يقدرش نقول لك أنا تسارع والله بنقول لك بأن تعدد المبادرات بيتعدد المبادرات سوف يكون رصيد لبرلين وجنيف والله سوف يكون مصارات بديلة حتى هذين تساؤلات اليوم أيضا الأحزاب والكينات وإلى آخره والمكونات الاجتماعية عندهم مبادرات دكتور دخلتنا في متاهات أنا نحكي على المواطن البسيط لا أنا نحكي على المواطن اللي بيحاول السعب نحن ممكن حتى في البرنامج نحن برنامج تحليلي نحاول نفهم ونفهم أيضا القضية فهذه المسارات كلها متداخلة صحيح ومرات نمشو في مسار يتعقد المسار الابتصادي يدخل على السياسي والسياسي يدخل ربما على العسكري فتصير نوع من أنواع خليقل ال confused نعم نفهم تشويش يصير كبير جدا هذا التشويش كيف نقضي عليه أين نقف على أرض صلبة في مبادئنا وأيضا في تفاهماتنا والسياسة لا مبادئة فيها لا فيها لا فيه سياسة السياسة فيها الحد الأدنى لا فيها الحد الأدنى من المبادئ فيها الثابت الوطني الثابت نعم نعم إذن أين نقف وإلى أين سنصل وكيف نبدأ أنا كمواطن في تحليل كل هذه القصة والآن دخل موضوع المفط ودخل موضوع السياسة وحضرتها تحكي عن المبادرات أنا كمواطن بنقول نبي الحل بالنسبة لي كقناعة قناعة شخصية بأن الحل في ليبيا هو ذلك المشروع اللي انطلق في 2014 يتقدم ببطأ يتعطل في محطات هو مستمر يتم الضغط عليه نعم يتم الضغط عليه يعني إلى آخره لكن هو مستمر بخطوات تابت وبأن المشروع هذا حقق معجزة في ليبيا تب تقرأها اليوم تب تقرأها بكرة هي مؤجزة الدولة نهارت مؤسسات الأمنية والدفاعية وأصبحت مرتع للإرهاب يستفيق جيشها يبني مؤسسة عسكرية وأمنية يذهب في خطوات حقيقية لتأمين مصادر ليبيين يذهب إلى الجنوب يذهب إلى مناطق أخرى وهدف الاستراتيجي هو استعادة كل التراب الوطني هذه هي الحقيقة التي على الليبيين أن يدركوها إدراك حقيقي وأن يصطفوا خلفها أنا اليوم الاستقرار اللي عندي وأصببها الجيش الاستقرار الداخلي اللي عندنا نحن نطلع في الليل ونمشو ونزرد ونمشو البحر وعايشين حياتنا وإلى آخره الجيش هذه المعادلة معادلة التنمية التطوير التحديد المستقبل التفكير في كلها من المعادلات تنطلق من المربحات هذه هي الحقيقة التابتة عندي كأحمد العبود ما يحدث اليوم أنا نقول لك نعم اليوم فيه تدخل كبير وانقرار كبير في الملف الليبي لكن أيضا بدأ فيه إدراك عربي بأن هناك مشروع أقليبي تقوده وتركيا في زعزة الأمن والاستقرار في المنطقة عربي نعم عربي هل عربي بعد دخول جزائر أصبح الموضوع أنا جزائر اليوم أقول لك أنا فيها يعني أنا منتبه جدا لتصريحات الرئيس الجزائري حتى بو قدوم عنده تصريحات نعم ووزير الخارجي نعم وروا على فكرة يعني من صالح الجميع أن يحدث التقارب المصري الجزائري وأن التقارب الجزائري مع المسطق العربي وعلى وجه تحديد مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع الأردن النظام الإقليمي العربي عليه أن يدرك بأن هناك طوفان قادم وأن لا يسكت أمام هذا الطوفان سكتوا أمام المد الشيئي الإيراني اليوم تفرج كل مصارات الفوضى وين اليمن فوضى العراق فوضى سوريا فوضى لبنان فوضى سليماني كان يتحكى في أربع دول أربع وصم نعم قاسب سليماني لا وعنده مشروع أخرى يفكر حتى في المغرب العربي كان ومشروع نشر التورة الإيرانية ما نقول لي أنت أقرأ أقرأ كتاب الأستاذ هيكل المدافع آية الله بالشهر شنو أبعاد التورة ما يسمى بالمزدوجين التورة الإيرانية واهدافها ونشر المدهب الشيئي وتصدير التورة والآخرين راه أردوغان نسخة كربونية عن آية الله سوى الخميني ولا الخاوني لكن هذا مشروع شيعي وهذا بالمزدوجين يصدر يصدر الإخوان المسلمين كمرجعي كمرجعي السستاني التوركي نعم 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 نقربين أقرب نعم يعني يعني نظام الأقليمي العربي ومعادلة الأمن والاستقرار بدأت تتصدر أجندة صناع القرار العرب والسعاماء والرؤوصاء العرب أدركوا حقيقة نفتح الإدراك كان في ليبيا طبعا اليوم نعم تركيا شوف ليبيا المحطة المهمة ليبيا مهمة جدا ليبيا منطقة القلب في النظام الأقليمي العربية اللي تربط المشرق بالمغرب السخوط ليبيا قد يكون كارتة على مشروع النظام الأقليمي العربي بالكامل العرب مدركين بأن المشروع التركي يتمدد قاعدة تركية في قطر وقاعدة تركية هذا السيطرة على الممرات المائية هذا الخريج العربي هذا البحر الأحمر قاعدة تركية في الصمان ومشروع تركي يريد السيطرة على وإيجاد قواعد عسكرية يبتز بها أوروبا يبتز بها باقي العرب في ليبيا لكن هل الصدام التركي العربي المتوقع الآن هو أيضا صدام تركي أوروبي خصوصا بعد إيريني يعني وأن وزير الخارجية الألمانية أعتقد أنه قال بي أن عملية إيريني تحتاج إلى تطوير هل معنى ذلك تحتاج إلى تطوير صدامي مثلا خصوصا بعد البارجة الفرنسية ونحن أمام مشروعين في أوروبي تركي وعربي تركي لأن أصبح صحيح مواجهات صدامين يعني صدامين وإذن حتى الروسي التركي برغم حجم المصالح 500 مليار أو 400 مليار بناتهم يعني يعني في الأخير بك ليبيا 30 مليار في السنة يا دكتوري لسبة الروسي التركي الله ليبيا ليبيا أنا نقول لك أنا أنت شرطلها أنه في مصالح كبيرة بين تركيا وبين روسيا طبعا طبعا لكن أيضا في ملفات وتقاطعات كبيرة ما أشوف في السياسة الدولية تعطيني النفتاح للفهم التقليدية شيء عدت انتهت انتهت اليوم يتفاوضوا على كل ملف على حدة فقد أكون أنا وياك شركاء في ملف شرق المتوسط وأختلف معاك في موضوع الغاز كل ورقة بروح قد أتفاق معاك على المصالح الاقتصادية وأختلف معاك على موضوع مكافحة الإرهاب لكن من يتصدر الأجندة من يتصدر أجندة تعريف المصلحة الوطنية سواء لهذه الدولة أو الأخرى اليوم أوروبا يعني مقبل 18 كانت هناك تقاسمات انخسامات أوروبية حول الملف الليبي صحيح؟ صحيح؟ صحيح اليوم موقف الأوروبي موحد موحد إنتاج هذا الموقف الأوروبي كان بارلين زاد من حجم الاندماج الأوروبي التهديد التركي نعم والسفارة اليونانية موجودة حكم الموجود لأن أصبحت اليونان وقبرص أيضا اليوم في مناورات لو أنت تكلموا عن مناورات فرنسية حتى المصريين قبرصية مصرية وفي تقطعات علينا فهم التقطعات علينا تعليف مصالح كل دولة فهم رؤية كل دولة للملف الليبي وللأطراف في ليبيا اليوم مثلا أسألوا مثال الخلاف الفرنسي التركي في حلف النيتو اليوم فرنسا صحبت من عملية حلف النيتو في المتوسط وقالت بشكل علني بأن تركيا لم تحتر بقواعد اشتباك صحيح الناظمة صحيح صحيح حشدت هذا الشماء بتفاهمات مع المانيا مع ايطاليا مع اسبانيا وبأن السياسة القادمة لأوروبا تجاه تركيا واحد اقفال ملف انضمام تركيا لالاتحاد اتنين مزيد من العقوبات الاقتصادية تلاتة الغاء التعريفة الجمهوركية الموحدة اللي كانت ما بين تركيا منضمة للسوق الاوروبية المشاركة نعم وفي اعفاءات جمهوركية لتركيا لذيقول البضائع التركية لأوروبا أربعة ورقة التهديد الكرت اللي طلع فيه أردوغال اللي يستخدم ضد الاوروبيين انتهاء لا مزيد من التنازلات فيما يخص قضية الهجرة الغير الشرعية مستخدم الورقة هدايا في 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 اللعب بورقة المهاجرين السوريين وحكاها علىنا نعم نعم أردوغان نحن نقوله في سنة السياسة الخارجية نقوله بأن أردوغان يحاول تصدير أزمات الداخلية في السياسة الدولية في السياسة الخارجية في موضوع بسيط هل هو أزمة كبيرة حاول يسوقها مثلا أي صوفيا نعم طبعا يعني اليوم بدأ موضوع أنا ما فهمتش الموضوع شوف أردوغان في أساسها أنه يتجه إلى تحويل كنيسة إلى مسجد ربما هو الآن مطلب كل المسلمين أن يتحول نعم بش كيف يستخدم فيها مهلا للعبة ومش موضوع أنه مطلب كل المسلمين حيتعاطفهم معه ناس يعني مش مطلب كل المسلمين نعم قلت لك أردوغان حالم بمشروع أنه يكون خليفة من جديد ليش قرها اليوم لأن أوروبا عقباتها قبل يومين البرلمان الأوروبي أصوات مرتفعة وبعد بكرة قمة ضدها لهذا الضروري يظهر موضوع لك أنا أردوغان داخليا تتآكل شعبيته أول حاجة حلفاء الأمس أصبحوا عدد أحمد شووش أوغلو أظهر اللي هو منظر لمشروع العتمانين الجدد كان وزير خارجية اليوم أكبر عدود سمعنا شليبود دائما وانشقاقات داخل حزب وتآكل شعبيته وفقدانا لأهم بلدية مثل بلدية إسطنبول إسطنبول لفيها أكتر من ربع لإقتصاد التركي أزمات ممتدة مع المؤسسة أردوغان قام بعملية السيطرة على مفاصل الدولة للقناب هذا اللي شفتوه والدعاء هو تمتلية وسيطرته على المحكمة العليا وتغيير الدستور تمتلية وسيطرته على البرلمان أردوغان مارس طقية الإسلام السياسي مارس طقية لقوان المسلمين لتحقيق أيا صوفيا طقية طبعا طقية نقول لك أنا أردوغان ما هي الرسالة من وراء أيا صوفيا ما هي الرسالة التي وجهها الأوروبيين أربي أن أيا صوفيا مهمة جدا بالنسبة لأوروبيين طبعا طبعا نعم فبالتالي أردوغان يحاول دغدغة مشاعر الأتراك والمسلمين بمثل هذه يعني مثلا أساوي ميتان كما تيكلم على العلاقة مع إسرائيل يقول بأن بأن أنا رفعت الحصار عن غزة بحجم حجم التبادل التجاري وحجم الشراكة في الصناعات العسكرية بين إسرائيل وبين تركيا أين وهو استخدم حتى فكرة مرمرة زمان السفينة يعني السفينة مرمرة نعم إذن أردوغان وإعلاقة وهذه كانت لعبة نفس اللعبة ورأي وزيارتها لقبر مؤسس الدولة الإسرائيلية تيدور هرجزل وعلاقة المتينة مع الإسرائيليين عند اليوم وحجم التبادل التجاري مع إسرائيل اليوم يعني وهذهية علينا أن ندرك بأن أردوغان لديه مشروع الخاص به ما هو المشروع أولا الاستفادة من حالة الفرق سقوط العلمك الخاص أكتر دولة استفادت من سقوط الدول العربية في المنطقة هي تركيا تركيا اليوم أوجدت سوق بديل للسوق الأوروبي هو سوق المنطقة تركيا اليوم تسيطر على المؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية نعم هي أنا نقول لك أنا صديد كبير يدير مصرف المركزي ليس من طرابلس هو يديرها من يديرها من من أنقرة أو من إسطنبول وكان عنده اجتماع من رئيس يعني نعم وشفت الصورة المحزنة استحيل يعني 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 صور مستفزة جدا لمشاعر ليبية الصورة الأولى اللي يظهر فيها أردوغان يتكلم على حقور الغاز والنفط يقول بأن أنا عمليتي وتدخري في طرابل يصبح يحقق نتائج أوكي ودعمي للميليشيات وأرى وأنا الهدف الاستراتيجي يمتعي في المنطقة لفيها الغاز إذن هو مازال خاصر يعني خاصر مازال شن الأوراق اللي كسبها هالدغان هو حيحكي الغرب الليبي وغيره والكلام اللي بعروف حتى الاتفاقية الاقتصادية أوكي هي تجاور من تركيا فيها ورغم أنها مخالفة القانون الدولي والقانون الدولي على البحار وليبيا ليست دور تجاور ملاصقة ولا دور التقابل وإلى خيره من هذه المصوغات وبأنها لم يدسترها لم يعتمد البرلمان نعم وإلى خيره لكن هي قريبة من من الشرق نعم هي قريبة من العدو الرئيسي بالنسبة لأردوغان اللي هو جيش الليبي والمشيخ خليفة حفتر حتى أردوغان أصبح عندها متنازمة المشير حفتر كلما يتكلم أربع كلمات حفتر 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 نفس متنازمة التيار الإسلام السياسي هذه هي الحقيقة الحقيقة أن خليفة حفتر أفشل بشروع التمكين للإسلام السياسي ليس في المنطقة الشرقية فقط وإنما في ليبيا هذه هي المدركة أردوغان وهي التي مصبت لأرق وصداع وغصة في وسط أرقبت مشروع التمكين للفوضى وصل بالتروات ونهبها وإلى قري أفشلات القوات المسلحة نعم نعم هو الموضوع كبير دكتور دايما نحتاج إلى فهم كل المصارات دكتور لكن وصلنا للختام كم يشير الزملاء يعني لأبناء المؤسسة العسكرية ولأبناء الدفع الثانية وخمسين ولأبناء الدفع القوات المسلحة واثنين وسبعة وعشرين للقوات البحرية وجيل وراجيل وأجيال وراء أجيال دفاعا عن الأمن الوطن وسيادته وسلامته ونحن اليوم نحتفلوا بها ونقولوا الحمد لله بأن أصبح لدينا هذه المؤسسة التي تدافع عن الأمن القومي وتدافع عن سيادة ليبيا وتدافع عن التابة الوطنية ونحن على يقين كامل بأن هذه المؤسسة سوف تنتصر لأن هناك إرادة وطنية أعتقد بأن هي الإرادة التي جعلت هذه المؤسسة تواجه كل التحديات وكل المؤامرات الإقليمية والدولية وأن تستعيد للمواطن الليبي رؤيته ونظرته للمستقبل بأننا حتى لو أننا التحديات الكبيرة سوف ننجح في استعادة الدولة فهم القضية مهمة جدا جدا رغم كل التدخلات سادية النفط والسياسة الدول روسيا أمريكيا صين غيرها كلها المفتاح في المواطن بالفهم وين المفتاح في صدق يعني أنا نقول بأن المواطن الليبي عليه أن يكون على يقين كامل بأن المعركة الوطنية ومعركة التوابط الوطنية ومعركة السياة ليبيا تعتمد بالدرجة الأولى عليه هو وعلى إيمانه هو بمشروع القوات المسلحة والجيش والمؤسسات وعلى النموذج التنموي الذي يستطيع أن يبنيه في المناطق الموجود فيها الإرادة الوطنية مكمنها وجوهرها هو المواطن وهذا المواطن لطالما كان دائماً للمشروع مشروع السياة الدولة مشروع التحدي الحقيقي الذي نواجهه صحيح ولا دل على ذلك أن المواطن بإرادة الحرة خرج أكثر من مرة من المسيرة الأخيرة هذه اللي قالوا فيها لا للتركي لا لاحتلال تركيا لا لنهب تروات ليبيا قوتنا نحن الليبيين في هذه الشخصية الوطنية التي تستطيع أن مهما كانت المؤامرات والتحدي أن تستفيق وأن تصطف وأن تقول لا ونعم فبالتالي أنا تعويلي بالدرجة الأولى وعلى المواطن الليبي وعلى إيمان بالله عز وجل وبأن هذه المسيرة بيدن الله سوف تنتصر وبأن الجيش استطاع حلال ميلاده البسيط اللي هو اليوم تكلمه على ست سنوات أن ينجز عديد من القضايا التي تعزز ثقة المواطن بالمؤسسة وتعزز ثقة المواطن بنفسه بأنه قادر على إحداث التغيير شكرا لكم وتحياتي إذن لك قام شريعا شكرا لكم